طيب خلينا نروح بقى لأخبار البيت الكبير أخبار النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز بيحضر تدريبات بعد العودة من الإمارات كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالفريد الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيحضر تدريبات اليوم الثلاثاء بعد عودته للقاهرة مساء أمس قادمة من الإمارات كابتن سيد عبد الحفيز كان قد سافر إلى الإمارات رفقة أمير توفيق مدير التسويق والتعقدات بالنادي لبحث ترتيبات معسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة دوري التوقف الدوري المقبلة إن شاء الله الفريق الأول لكرة القدم بيدخل معسكرا مغلقا في الإمارات لمدة 15 يوم وذلك خلال التوقف المقبل فترة التوقف المقبلة لشهدها الدوري العام المصري الجهاز الفني يمنح ثنائي الفريق راحة من التدريبات الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهل منح ثنائي الفريق الجنوب إفريقي برستاو والمالي أليو ديانج راحة من المران اليوم بعد وصولهما من بلادهما في ساعة متأخرة من أمس إن شاء الله موعد وصول معلول وبدر بنون وميكي سوني كابتنسان عبد الحفيز قال إن إن شاء الله تنسي علي معلول مغربي بدر بنون النهاردة علي معلول جاب جون جاب جون يعني في التمانيات حاجة كده الجون الثالث لمنتخب تونس الحقيقة منتخب تونس فاز على منتخب زنبيا 3-1 واتا أهل زي ما حضراتكم شفتوا في أو سمعتوا في بداية كلامنا منتخب تونس اللي جاب الجون الثالث جون حلو قوي أنا بنصح اللي ما تفرجش على الجون ده أنه لازم يتفرج عليه لأنه جون حلو من جوان علي معلول اللي جابها في مباراة اليوم أيضا بدر بنون والمزنبيقي لويس ميكيسوني ثلاثي الفريق سوف يصلون القاهرة غدا بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في الفترة الدولية الحالية كالعادة برضو موسيماني بيحاضر اللاعبين قبل بداية المباراة في محاضرة سريعة والمران النهاردة كان فيه تأسيمة قوية للفريق استعدادا لمباراة المأولين العرب زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله مباراة المأولين واحدة هيرجع بقى الدوري مرة أخرى الحمد لله ثلاث مباريات في بداية الدوري بتسع نقاط أربع أهداف استطاعنا للأهل أن يفوز على نادي الإسماعيلي بربعية مقابل لشيء واستطاعنا أن يفوز على البنك الأهلي ثم يعود ويفوز على نادي الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف وإن شاء الله نادي الأهلي يستطيع أن يستكمل مسيرته في الثلاث مباريات قبل التوقف الدولي اللي حيب أطويل شوية بعد كأس العرب أو في كأس العرب وبعده كأس الأمم الإفريقية ترجمة نانسي قنقر